موسيقى 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 إذن لما تجاوزنا وكان المغرب قلت سباق في اتخاذ قرارات جرئة في هذا المجال دي التجاوز دي الأزمة الصحية وكان كذلك من الدول اللي استطعت ترجع للسوق الدولية من خلال تصدير العديد من المنتجات وفيما يتعلق بالفلاحة بالخصوص في 2020 رغم الأزمة المنتجات الغدائية هي تقريبا المنتجات الوحيدة اللي ما عرفتش واحد تراجع في تصدير ديالها بقيت على المستوى العالمي لأن الإنسان كيفما كان الحال خصو يقتات خصو الإنسان يعيش إذن المواد الغدائية بطبيعة الحال عرفت واحد الوثيرة في الصديرات وكانت الحصيلة إيجابية في هذا الجانب ولكن بعد الحرب وما تركته هذه الحرب من قرارات سياسية سواء من الجانب الروسي اللي يمنع واحد العدد ديال البواخر ديال الحبوب وخاصة البدور ديال الزيوت وراكم شفتوا بأنه الحبوب والزيوت ارتفع التمن ديالها بشكل باهد لأنه أوكرانيا من البلدان أكبر البلدان المنتجة على الصعيد العالمي لهذه المادة وبتالي أعرفت واحد الارتفاع كبير وهي من المواد الأساسية بالنسبة للمستهلك عبر العالم والمستهلك المغربي كذلك جزء لا يتجزأ من هذا التصور وبتالي القاتل بالضلل ديالها الأسعار ديال هذه المواد الأساسية وهذه العكسة كذلك على القدرة الشرائية وبتالي الإنسان لما كيتقاس في القدرة الشرائية دياله خاصة مرتبطة بالأسعار ديال المواد الأساسية من طبيعة الحال كتولي عنده أولوية الأولويات هي المواد الأساسية وبتالي الطلاب دياله على المواد الأخرى كينخافض والانخفض دياله يؤثر على المقاولة وهكذا الدورة الاقتصادية شنو اللي يمطلوب من بلادنا في هذا الوقت الراهين لتجوز هاد الأزمة هو الاستمرارية في الدعم المقاولة المغربية باش تحافظ على التنفسية ديالها سواء فيما يتعلق بالإنتاج واتكلفة ديالها أو فيما يتعلق بالقدرة تصديري ديالها إذن هذا جزء من بعض الأفكار اللي غادي نتدولوا فيها ونتبادلوا فيها وجهات النظر مع الحضور الكريم والخلاصات غادي تسمعوا لها بطبيعة الحال بشكل مباشر إلا بقيتوا معنا شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا